في أسلوب الملاكمة أهلا وسهلا بكم مرة تانية هي راوند ثري جولة ثالثة على مستوى النهائيات القارية بين الأهلي والزمالك سنة 94 في نفس البطولة السوبر فاز الزمالك على الأهلي بهدف دون مقابل وجاءت البطولة الأكبر سنة 2020 وتوج الأهلي في نهائي دور أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وقتها بعد ما الزمالك كسب حس باستفاقة كبيرة جدا وكانت جاية بعد استفاقة كمان محلية على حساب الأهلي أما سنة 2020 فجمهور الأهلي قال ما تكلمنيش في الكرة تاني الكرة انتهت بعد ليلة القضية بالنسبة للزمالك دلوقتي هي المباراة اللي ممكن يرجع بيها سيادة قارية غابت عنه خلال السنوات الطويلة الماضية وتحديدا منذ الغياب عن التتويج بدور أبطال إفريقيا بداية الألفية الجديدة آه رجع للتتويجات بعدها لكن على مستوى الكونفدرالية اللي بسببها بيشارك في هذه المواجهة لكن أن تحسم لقبا من بوابة الأهلي فهي قصة كبيرة جدا وده نفسه اللي عارفه كويس جدا مارسيل كولر استفاق سريعا بعد الخسارة في نهائي بطولة السوبر في النسخة الماضية أمام اتحاد العاصمة وعرف يعدل المصار وأكمل موسما كبيرا فهو يعلم جيدا أهمية المواجهة دي علشان ما تصعبش عليه الأمور في موسم من أقوى وأصعب المواسم اللي هيواجهها هو مع الأهلي بعد موسمين رائعين هل خبرة النهائيات جوزي جوميز ومارسيل كولر تكون بترجح كفة أحدهما بالنظر لأن كولر مع الأهلي نهائيات كثيرة وصل إليها ولم يخسر إلا واحد جوزي جوميز قبل ما يوصل للزمالك كان لعب نهائيات نهائي خد فيه السوبر لكن السعودي كسب الكونفدرالية وخسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي نفسه فهو يعلم جيدا أن مواجهة الأهلي في نهائي بطولة ليس أبدا بالأمر السهل حتى وإن كانت أمنيته كانت واضحة بعد ما كسب الكونفدرالية لو هعرف أكسب الأهلي يريد هو اللي يكسب الترجي مش الترجي اللي يجيلي بس أهم حاجة أكسب السوبر السوبر جيه والماتش يوم الجمعة وهنشوف مين اللي هيكسب وصلت بعثة الأهلي اليوم إلى العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية بكل المتاحين على مستوى القائمة الأفريقية مع استبعاد عدد من اللاعبين سواء الشباب أو الكبار غير الجاهزين للمواجهة ومع استقبال سواء للسفير المصري السيد أحمد فاروق أو السيد أحمد المحمدي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة والسيد ضياء حمد نائب السفير والعديد من مسؤولية السفارة المصرية في الرياض ترحاب أيضا من جانب الجمهور كبارا وصغارا زي ما قدام حضرتكم وبالورود استقبلت بعثة الأهلي والآن بدأت المرحلة الأخيرة من استعدادات العملاق الأحمر لمواجهة العملاق الأبيض تعالوا مع بعض سريعا نستعرض قائمة الأهلي أو بعثة الأهلي على مستوى اللاعبين اللي وصلت النهاردة إلى المملكة العربية السعودية وعلى الأقل ثلاثة منهم هيخرجوا ليلة المباراة يلا بنا نشوف قائمة الأهلي ضمت في خط الوسط مروان عطية إمام عشور أكرم توفيق أفشا كوكا السلية حسين الشحات ريدا سليم بيرسي تاو طاهر محمد طاهر وعمر الساعي صفقة جديدة من صفقات الأهلي بتنضم النهاردة أما في خط الهجوم فوسام أبو علي ومحمود عبد المنعم كهرباء دي قائمة زي ما أنتوا شايفين من المستبعدين خالد عبد الفتاح كريم وليد ندبد علي معلول مصطفى أبو الخير سمير محمد كريم الدبيس مصطفى مخلوف محمد عبد الله ما بين إصابات ما بين أسباب فنية وما بين أنك في الآخر ملزم بأن يكون معك عشرين لاعب سفرت بـ 23 فيه تلاتة هيخرجوا الأقرب تبقى للمعلومات الواردة ممكن يكون يوسف أيمن ممكن يكون عمر الساعي من ضمن هذا الثلاثي ولكن لا شيء مضمون لأن كل الأفكار بتكون مطروحة ويستقر في النهاية المدرب على القرار الذي يراه أنسب لحصد اللقب الغالي جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر